كمية القصف للمستشفيات اللي انتهت تقريباً بقول لحضراتكم القطاع في 82 مستشفى هل هيفضلوا يدوروا على الأسرة والأنفاق تحت 82 مستشفى؟ ربنا كبير خليني أروح لصندوق تحيا مصر وأقول إنه سيطلق صندوق تحيا مصر بعد غد السبت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة من صندوق تحيا مصر لإغاثة أهل غزة بحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر والوزراء والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر وبيطلق صندوق تحيا مصر أيضاً قافلة شاحنات تحت شعار شارك من أجل الإنسانية وتتضمن ما يقرب 195 شاحنة محملة بكل الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة السيارات إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والمياه المعدنية والأدوية المهمة لأهلين التي يحتاجون إليها كإغاثة في غزة الحقيقة أنت حتلاقي حضرتك بتتابع دايماً كل الأخبار دي بأنه طول الوقت يعني الدعم الإنساني المصري متجه إلى العريش وإلى رفح علشان يبقى فيه إغاثة حقيقية مستدامة يعني طول الوقت هتلاقي تحيا مصر هتلاقي مجتمع المدني هتلاقي زي شركة المتحدة لمراحد هتلاقي جهات كتير جداً طول الوقت بتشتغل وبتحاول هي كمان تنضم إلى قوافل المساعدات المصرية إلى أهلين في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر